كان مرة نايم على الأرض وجه قبيل خد سخرة وكسر بيها راسه واحتار في أمره والحيرة دي دليل على أن أعزائي المشاهدين أهلا بحضراتكم في تالت حلقات برنامجكم محور التاريخ أنبياء الله اللي منهم غير حضراته اللي منهم غير تاريخ أمم علشان كده بنتكلم مع حضراتكم في السلسلة دي خلال شهر رمضان عن تاريخ الأنبياء وحياتهم وإزاي غيروا وأثروا وتأثروا بالحضرات المعاصرة لهم بنحاول نقرأ ونحضر الحلقات من مجموعة كتب تاريخية مهمة جدا ونبسط الكصص اللي فيها وحنسيب لحضراتكم أسامي الكتب دي في صندوق الوصف تحت علشان لو تحبهم ترجعوا لها لو حضرتك مهتم بسلسلة الحلقات دي ياريت دلوقتي تشرفنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل علشان يصلك إشعار بالحلقات الجديدة وياريت تتابع معنا الحلقات اللي فاتت وياريت لايك للحلقة علشان توصل لأكبر عدد من المهتمين وياريت لو الحلقات عجبت حضرتك تساعدنا في نشر المعلومات لكل اللي بتحبهم عن طريق تشيير الحلقة على صفحاتك الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مش هطول عليكم كتير ويلا نبدأ طول عمر زواج الإخوات محرم لأنه ضد الفطرة ومتعلق كمان بمسائل طبية نتيجة تطابق الجينات لكن نعمل إيه بقى في الحالة اللي احنا فيها أن كل اللي موجودين في الدنيا إخوات من أب واحد آدم ومن أم واحدة حوة الأمر بيتطلب تشريع وقانون ومع وجود نبي مرسل سيدنا آدم عليه السلام كان الموضوع سهل حتى وإن كان كل اللي موجودين في الدنيا وقتها إخوات كان زواج التوأم اللي مولودين في بطن واحدة كان محرم وفقا لشريعة آدم عليه السلام طبعا كنا قلنا في الحلقة اللي فاتت أن حوة ولدت عشرين بطن في كل بطن ولد وبنتي يعني ولدت أربعين مولود قبيل كان عايز يتجوز أخته التوأم بالمخالفة لشريعة آدم لأنها كانت أكثر جمالا من أخت هبيل وقبيل كان بيعمل بالزراعة فكان فيه نوع من الشدة والغلزة أما هبيل فكانت شغلته الرعي ومعروف أن اللي بيرعى الغنم وبياخد باله من الحيوانات وأكلهم وشربهم دايما بيكون فيه الرئة والطيبة وكان في شريعتهم كمان تقديم القرابين كل واحد بيختار سلعة معينة وبيحطها في مكان معين وعلامة قبول القربان ده أن تاني يوم بيلاقوا النار أكلته هبيل قدم قربان أفضل الماشية عنده أما قبيل فاختار أفسد زرعة وقدمها كقربان تاني يوم لقوا قربان هبيل النار أكلته دي علامة قبوله قبيل قال له هبيل لأقتلنك علشان ما تتجوز أختي وتجوزها أنا هبيل قال له إنما يتقبل الله من المتقين بسم الله الرحمن الرحيم السبب الأساسي في المشكلة اللي كانت ما بين قبيل وما بين هبيل هي عدم الرضا بما قسمه الله لك كان باصس لللي في إيد أخوه إزاي أتل قبيل هبيل هبيل كان مرة نايم على الأرض وجه قبيل خد سخرة وكسر بيها راسه واحتار في أمره والحيرة دي دليل على إن هبيل كان أول واحد يتقتل وكمان كان أول واحد يموت ربنا سبحانه وتعالى بعد غرابين يعلموه إزاي يدفن أخوه والغرابين دول اتعركم وواحد منهم قتل التاني فبدأ إنه يحفر في الأرض ويحط أخوه في الحفرة دي ويغطيه بالتراب علشان يتعلم قبيل يعمل زي ما الغراب عمل ويدفن هبيل المقتول هنا بقى لينا وقفة دي كانت وقت فتنة والفتنة المظلوم فيها بيكون أفضل من الظالم علشان كده هبيل قال له لئن مددت إلي يدك لتقتلني ما أنا بمادد يدي إليك لأقتلك بعد قبيل مدفن أخوه خد زوجته فر للسهول وما قدرش إنه هو يواجه أبوه آدم وهناك تقسرت زريته وانتشر فيها الفساد والمعاصي فكان أهل الشر مع قبيل في السهول وأهل الخير مع آدم في الجبال بعد موت هبيل ربنا رزق آدم بولد سماه شيس ومعناها هبة من الله عند موت آدم عهد بأمر بنيه لابنه شيس ومن هنا بقى شيس أول نبي بعد آدم الصحف اللي نزلت على الأنبياء والمرسلين من السماء عددها 104 صحيفة شيس لوحده كان نصيبه من المية واربعة دول 50 صحيفة كان من شريعة شيس تحريم اختلاط أهل الجبال بأهل السهول وقلنا إن بني آدم سكنوا الجبال وكان الرجال فيهم بطبيعتهم أجمل من نسائهم أما قوم قبيل في السهول فكان النساء فيهم أجمل من الرجال إبليس حب ينشر الفساد في الأرض أكتر فراح لقوم قبيل باعتبرهم ميالين أصلا للباطل وللمعاصي راح لواحد من قوم قبيل في هيئة غلام وطلب منه أنه يشتغل عنده علشان يفضل مقيم وسطهم ويجرهم أكتر للفساد قعد إبليس معاهم في هيئة الغلام وفضل يخترع لهم في أشياء غريبة زي مثلا اخترع لهم ملابس شكلها مختلف وكمان اخترع لهم مزمار زي مزمار الرعاة وفضل يطلع بأسوات مختلفة ما كانش أهل الأرض وقتها يعرفوا الصوت ده إيه قوم قبيل عملوا لنفسهم يوم عيد بتخرج فيه رجالة وستات للشارع ويستخدموا فيه المزمار وتبدأ النساء تتبرج باستخدام الملابس اللي اختراعها ليهم إبليس صوت المزمار بدأ يجذب الرجالة من أهل الجبال وبالفعل واحد منهم تسلل وراح للسهول عند قوم قبيل في يوم العيد ده وشاف النساء وهي بتتبرج وشاف الاحتفالات بتاعتهم ولما رجع لقومه تاني حكى فالرجالة هناك في أهل الجبال حبوا انهم يروحوا زيه ويشوفوا ايه اللي بيحصل ومن هنا بدأوا يهجروا من الجبال للسهول وبدأ يزيد عدد قوم قبيل ويقل عدد قوم شيس وتنتشر أكتر المفاسد والمعاصي بل إن أهل السهول بدأوا يهجموا على أهل الجبال ويقزوهم ويقتلوا منهم ناس كتير ومن هنا زاد الفساد وبدأت في الدنيا جريمة الزنا وكانت دي هي الجاهلية الأولى وهو ده المقصود بالآية ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى مين اللي جهز جيش وقاد أول حرب في الدنيا ما بين الحق والباطل وهزم قوم قبيل بعد ما زادت مفاسدهم ومعاصيهم ده موضوح حلقتنا اللي جاية إن شاء الله واللي حنتكلم فيها كمان عن سيدنا إدريس وحوصف لحضرتك شكله كأنك شايفه في صورة قدامك كمان هل سيدنا إدريس جه مصر وعاش فيها يا ترى اتقبضت روحه في الأرض ولا في السماء وإيه معنى الآية ورفعناه مكانا عليا كل ده حنتكلم فيه الحلقة الجاية ولو الحلقة دي عجبت حضرتك ياريت تشرفني دلوقتي بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يصلك إشعار بالحلقات الجديدة وياريت تتابع الحلقات اللي فاتت وياريت لايك علشان الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من المتابعين وتساعدنا بانتشار الحلقة والمعلومة عن طريق تشيرها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بحضرتك كل سنة وحضراتكم طيبين وشكرا لكم